طيب هنروح لبرضه كرة السلة ولكن منتخب مصر فيه انا لو تفتكروا في السدادة التحليلية قلنا لكم انه اخر مرة منتخب مصر كان فيه اربعة من نادي الاهل ولكن بعد الاداء ده مش هيبه اربعة وكلامي الحقيقة الحمد لله تم او ثبت بالفعل سبع لعبين تم استدعاهم لمنتخب مصر سبع لعبين ده طبعا الهيد كوتش روني مدرب روني رانا مدرب الكندي منتخب مصدي هو قدام القتيل او القتيل ده طبعا مهندس عادم بطلب نائب الرئيس والكوتش واللطف المدير اداري لمنتخب مصر وقفين معاه طبعا بيلتقطوا الصور او الموصل القتيل كل التوفيق طبعا المدير الفني الجديد دول قيمة منتخب مصر اه لزلت على صفحة الاتحاد سبع لعبين راحوا من منتخب مصر من نادي الاهل دول في التجميع هم 28 لعب هيتاخد طبعا اتناشر بس انا اتصور مش هيب اربعة بس من نادي الاهل دول اتناشر لان الاربعة الاخرى كانوا مين كان هبقى مين وعمر طارق وعمر الجندي وعمر عزب رحفوا ايهم ثلاثة كمان احمد اسماعيل وسيف سمير واحمد حمدي احمد حمدي ما عرفش هيجي ولا مش هيجي يعني هو وجوده لحقيقة بالنسبة لي انا مش متأكد هل في اتصال حصل معاه هو استدعاه هل بقى احمد حمدي هيبقى موجود هو شاف احمد حمدي وعارفه هل بقى احمد حمدي هيجي من امريكا الله اعلم هل في اتصال حصل مع احمد حمدي لشان ننزل لاسمه في اسامي المجموعة الموجودة ما اظنش لانه هو لو كان يقدر يجي كان جي مع النادي الاهل لانه وجوده مع النادي الاهل هو ده عقده وهي ده فلوسه يعني هي دي الكرير بتاعه فهو لو كان يقدر يجي كان هيجي مع النادي الاهل ايه لجد بس انا تمنى انه يجي لانه لو جي مع منتخب مصف ده مؤشر من احمد حمدي ممكن يكون معنا بس يعني الحقيقة ما عرفش أشك طيب تجميع المنتخب تبتيدي هتبتيدي بكرة الثلاث حلو الكلام ما عرفش لعبت الزمالك يا باب موجودين ولا لأن لعبت الزمالك آه لعبت الزمالك هيروح يعملوا قياسات بدنية وينضموا لمعسكر نادي الزمالك عشان بطولة الانتر كونتيننتل فيبا اللي هتتعادل لعب ان شاء الله في 11-12-18 فبراير اللي جايين يعني المنتخب هيجمع ويتمرن بدول لعبت الزمالك لعبت الزمالك اتصور هياخدوا اللعاب 11-12-13 هياخدوا راحة 14 وينضموا للمعسكر 14 بالليل يبقوا يوم 15 موجودين ولكن الدنيا دايق طب تصفيات كاسعالم امتى آخر شهر فبراير 25-26-27-28 فهنسافر مثلا نقول أصلاف السنغال في دكار دكار عاملة صالح هناك حدوتة عاملة صالح حدوتة هناك فطبعا السنغال هتروح هتروح أواخر 20 وتحاول تعمل ماتشات ودية بس أنا أشك انه ممكن يتعمل ماتشات ودية يعني يعني انت رايح مين من هيك حسن هو اللي رايح لا بس أقول لكم على الحاجة لا ممكن يبقى فيه ماتشات ودية هتقول لي ازاي الويندو بتاعت المجموعة التانية بتلعب في السنغال برضا فانت هتلعب مع الويندو التانية يعني احنا فيه أربع مجموعتنا اربعة وفيه أربعة تانية مجموعتين تانية مجموعة تانية بتلعب يعني تصفيات دكار لو بتفتكروا مدخرة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة السلة اللي كان معنا لما قال انه هيبقى المجموعتين في دكار والمجموعتين اللي في دكار ممكن منتخب مصر يعمل ماتشين أو تاتة مع المجموعة التانية ودي فرصة كويسة ان المنتخب يعني ماتشات نار ماتشات نار ربنا يكون فقونهم يعني بصراحة والإعداد دايق بس احنا عندنا ثقة ان شاء الله في منتخب مصر طيب طبعا مدير فني الكندي معاه طبعا المدير الإداري كابتن واقل لطفي ومعانا طبعا مدرب أو مطور مدرب مساعده ومطور الأداء اللي عابين أكاتشي أوكوبو تمام ومعانا مدرب عام واقل بدر ومحمد سليم سلي مدرب مدير فني المصري للتصالات مدرب عام ماجد سلامة محل الأداء أحمد فوزي مدرب طنطة مدرب فني طنطة مدرب مساعد فادي هاني مدير فني سموحة مدرب مساعد سام ريفين أخصائي تأهيل فني وبدني هو جاي بي كمان روشي بنشي أخصائي تحليل الأداء واللعبين هو جاي بي كمان جاي بي كهاز فني كامل أحمد يحيى طبيب المنتخب علي موسى مدلك وسامح صلاح إداري ومحمد ربيع مدير إداري ومحمد ربيع إداري ده كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر ونتمنى التوفيق طبعا لأن احنا محتاجين نطلع كاسة عالم مجموعتنا صعبة أصعبة مستحيلة لا مش مستحيلة لازم نطلع بنقاط محترمة من المجموعة دي عشان هنرد على مجموعة تانية أصعب وأصعب بس إن شاء الله كلنا ثقة في منتخب مصر والجهاز الفني الجديد بإذن الله ترجمة نانسي قنقر